حبايب الطلاب السادس الإعداد الأبطال لرجعتكم بالمحاضرة الثانية من موضوع عبارات الوصل طلاب حبايق المنطب بهذه المحاضرة قبل ما نضيع وقتنا روح تابع المحاضرة السابقة الخاصة بعبارات الوصل طبعا المحاضرة تلجاها من ضمن قامة تشغيل وحدة الخامسة فروح أقرأ المحاضرة الأولى خاطر لا أضيع وقتك كله ويايب هاي المحاضرة وأنتم بتفتهم شيء فهمك للمحاضرة الأولى رح يساعدك في فهم هذه المحاضرة وأصلا هو الموضوع كل ما اعتمد على المحاضرة الأولى يعني هاي المحاضرة والمحاضرة الثالثة تحصيل حاصل الموضوع فذا فهم إذية الش المحاضرة أنت رح تفتهم هذه ورح تفتهم الثالثة إذا ما فهمت الأولىYANتن تخلصting لها هذه ولا رح تفتهم الثالثة مبدئيا المحاضرة السابقة juego طبعا شباب المحاضرة السابقة ما كان بها متحان لماذا؟ يعني نحن لازم نخلص الموضوع كله بشكل كامل وهو موضوع عبارات الوصل وبالاخير نمتحن بالموضوع على قناة التليقرام مثل ما تعرفون نحن دائما نسوي امتحانات بالموضوع بس أنا دائما ما شي يسوي لما نخلص الموضوع كل يلا امتحن به يعني ما يسوي مثلا امتحنك بالمحاضرة الاولى وهس انت بعد انتك محاضرة ثانية و ثالثة بالموضوع يلا يخلص فحتى تخلصتك المحاضرة الاولى والثانية والثالثة سوي بهنا امتحان الموضوع عبارات البصر طلاب حبايب حتى ما ناخذك الى طريق بعيد خلني جانياك نسولف شوي بالمحاضرة السابقة احنا قلنا شنسوي اول خطوة اول خطوة شقلنا قلنا نطلع عبارة الوصل لازم شنسوي احنا اول خطوة نطلع عبارة وصل او احنا سميناها شنوي ضمير وصل هاي اول خطوة خطوة الثانية نروح على الجملة الاولى حتى نطبق القاعدة نروح عليما على الجملة الاولى هاي الجملة الاولى يا طلاب اش راح تسوي من عندها راح تشوف موقع الاسم هذا الاسم اللي انت شفته وين مكانه بالجملة الاولى صاير بالبداية لو بالوسط لو بالنهاية شوف حبيب اذا بداية الجملة فالقاعدة تختلف اذا بوسط الجملة فالقاعدة تختلف اذا بنهاية الجملة ايضا القاعدة تختلف فكل موقع مكان الاسم رح يطيق قاعدة مختلفة في بداية الجملة حتى الراجع في بداية الجملة شنسوي نزل الاسم خلي ضمير وصل مناسب نكتب الجملة الثانية بدون الضمير اللي طلعنا من عنده العبارة او الضمير الوسط ونكتب الجملة ما تبقى من الجملة الاولى هاي دا نحكي لك عليما على المحاضرة السابقة راجعت لك يا اخاف انت مبراجح على هالدنام اوكي هسا نيجي الى الاسم في وسط الجملة استاذ زيناني شو نعرف الاسم وسط الجملة خلي اهكر لك ياها من الاخير وراح تجي على الجملة الاولى هسا الثانية بس احنا هاي الجملة الثانية شو نطلع من عدها نطلع من عدها ضمير وصل بس هذا اللي اريده من الجملة الثانية الجملة الاولى طلع القاعدة الاسم راح تلقاه في وسط الجملة شو كت انت تلقى الاسم في وسط الجملة هنا هذا موقع هنا راح تلقاه اذا كانت الجملة بادية بالضمير استاذ هذه القاعدة ثابتة ارحموا لك لا استاذ لعي شو نتلحق علينا وتشاقوا لنا وتقول لنا حبيبي هاي بيناتنا آنواك هاي قشمر بيها الوزاري آنواك فقط نشتغل على هاي القاعدة اذا كان الضمير آي تشوفه بداية الجملة فمعناها الاسم راح يكون وين هنانه راح يكون بوسط الجملة راح يكون وين راح يكون بوسط الجملة هايش وقت اذا كان عندك الضمير آي واذا كان الاسم وسط الجملة معناها شو راح تسوي انت راح تطبق هذا القاعدة راح تطبق شنوي راح تطبق هذا القاعدة شو تقول القاعدة مالتك مو عندك الاسم هنا انت شراح تسوي راح تروح تجيب الاسم تخلي قبل ذ شي تخلي قبل ذ طبعا الاسم راح يجيب للقبل او ان او اجيب لقبل ذات او ذس هذا نوعي الاسم يعتبرا بس ما يصير تجي تنزلهن هنا شي تخلي قبل تخلي قبل الاسم ذ ذ وتكتب الاسم بعدين ش تخلي كل شي ما تسوي تروح تجيب ضمير الوصل اللي انت طلعته من الجملة الثانية مو طلعت ضمير الوصل تكتب هناك طلعت هو who's which or that or where واحدة من ذولي بعد هاش راح تسوي راح تكتب الجملة الاولى بدون الاسم يعني بس هذا الاسم ترجع تحذفه وتكتب الجملة الاولى كلها تكتب شنول الجملة الاولى كلها نفس ما هي تيجي تكتبه بس تحذف معلها شنول تحذف من عندها الاسم كتبته خلصت اروح ارجع اكتب الجملة الثانية بدون الضمير الضمير اللي انت طلعت من عنده عبارة الوصل طلاب حبايب الضمير اللي انت طلعت من عنده عبارة الوصل who او which او that او the او where او whose مو طلعت من عنده راح تحذفه مثلا he she there it هذا اللي تحذفه وتحط نقطة وانت عندك لها هس انت الجزء ما افتهمت الفكرة راح نيجي هنا نطبق على هذا القاعدة طلاب مبدئيا عدة ان الجملتين ثانين بالكتاب وثانين من وزاريات ثانين جايت بالوزاري طبعا هو الموضوع الحلو بهذا صح مطول بس طلاب حبايب يعني كل الاسل تجيك من الكتاب نصا تجيك فالوزاريات مالتها جدا قليلة والوزاريات اخذت كامل محاضرة الاولى هاي الحالة اللي هي الاسم في وسط الجملة الاولى ما بها وزاريات وزاريات ماكم فرح نيجي هنا انا شو نقول يقول خلي اطلع عبارة او ضمير الوصل المناسب جيت هنا انا شو لقيت لقيت شي بما انه انت عندك شي فمعناه راح تستخدم هنا بهاي الجملة راح نستخدم ضمير الوصل هو استاذ ليش لانه عندي شي اوكي انا نجعل الخطوة الثانية خطوة الثانية خنشوف الاسم وين صاير بداية لو وسط لو نهاية الجملة اجيت انا لقيته هنا الضمير اي معناها الاسم صاير في وسط الجملة اللي هو الادي وقلت لك الاسم باش يسبق باي او او ان او ذات او ذس او ذوس او ذيس هنا انا عندي الادي بس انا من اجي اكتبها ما اكتبها الادي اكتبها ذا الادي هذا كله يعتبر شنو يعتبر اسم انا اش اكتبها اكتبها ذا ذا هاي الخطوة الاولى خطوة الثانية عبارة توصل عبارة توصل منو هنا عندك الهو لطيف لطيف نجي نكتب الجملة الاولى بدون الاسم يعني بس تحال احذف الادي واكتب الجملة الاولى كلها هاي جملة الاولى وكل اكتبناها نكتب الجملة الثانية بدون نضمير احذف الشيء وتعال اكتب الجملة الثانية told me to call back later تحط ناطق انت عندك الحل اوكي يا طلد ارادل اشي ما ارادل اشي نجي على الجملة الثانية يقول يا ابو I always go to that garage for repairs it was closed today لطيف لطيف اجيت آني هنا على الجملة الثانية اللي قتبهأت اذا معناها استخدم low which low that low which low that واحدة من يوم وتستخدمها زين اجيت آني هنا خنشوف الاسم وان صاير اذا بدايت الجملة الاولى فحال مختلف اذا وسط فالحال مختلف اذا بالنهاية احنا بعد ما اخذي نهاية الجملة بس هسا احنا على الوسط ندر نشتغل شو لقيت آني هنا انا لقيت آي معناها الاسم وسط الجملة that garage بس من اجي اكتبها ما اكتبها that garage اكتبها the garage اكتبها شنوه اكتبها the garage the garage والضمير الوصل اللي هو which او الذات اثناءاتهم يصيرون عادي تستخدموش او ذات ماكو مشكلة اجي احذف الاسم واكتب الجملة الاولى كاملة حسب حسب القاعدة i always go to for repairs repairs هذا شنو يحذف ونكتب الجملة الثانية was closed today وينتهي عندك الحال وتحط نظر خلص هذا كل الموضوع كل كل الموضوع شوف هاي الجملة نفسها يا طلاب مرة من المرات الجايبين هاي رح اقول لك شالله خاف انت بالامتحان او بالشهر يجيب لك اياها جايبين نفسها بس جايب لك هنا استخدم جايب لك هنا استخدم وير جايب لك بين قوسين قال لك تستخدم تستخدم وير انت الشي اللي وجه تخلي مكانها وير وهاي انت عندك الحال خاف ومحددك استاذ شون وير جايب الوير على الوش هو محددك قل لك استخدم وير بالوزاري قال لك شي استخدم استخدم وير انت الشي للوش هاي نفسها خلي مكانها وير هاي ما نروح دا بالوزاري جايبين يعني طلاب خارج العراق بس هو ما يحددك بالوزاري ما يقول لك استخدم فلان عبارة وصل ليش ما يحدد استاد لان اذا حددك يقل لك استخدم عبارة الوصل معناها نسف لك الموضوع وان ها الموضوع كله انتهى هو لازم لازم تتفكر لان هو الفكرة بادات الوصل شو ان تستخدم اداة وصل مناسبة هاي نص الحل انت من طلعت عبارة الوصل انت خلص انت ان اخذت درجة كاملة يعني مو درجة كاملة قصدي درجة من اصل درجتين فانت العبارة وصل ما ينطق بس يقول لك يا بس استخدم عبارة وصل combine the sentences with a relative clause اربط الجملتين او ادمج الجملتين بعبارة وصل مناسبة اوكي هاي هذا الحال ان الجملتين ثنين بالكتاب موجودات لتعبروحك وتقرأ بالكتاب ثنين هم موجودات وين بالكتاب فمبدعيا هاي اذا كان الاسم وسط الجملة الاولى هس احنا خلصنا من الاسم وسط الجملة عفوا خلصنا من الاسم بداية الجملة خلصنا من الاسم وسط الجملة هس اذا كان الاسم نهاية الجملة شو رح نتعامل وياه اذا الاسم نهاية الجملة الاولى ش راح تسوي طلاق هس انت راح يجيك الاسم نهاية الجملة الاولى ش راح تسوي انت هنانا استاذ انا شو نعرف نهاية الجملة الاولى حبيبي مبدعيا راح نطيك ملاحظة هاي الملاحظة تشتغلك على نسبة 90% من الجمل اللي هي تلقى بالجملة الأولى هاز A من تلقى هاية هاز A فمعناها هنانا شنوه معناها ياطل له بالاسم بنهاية الجملة الثانية العفو بنهاية الجملة الأولى من تلقى هاز A معناها الاسم بنهاية الجملة الأولى يعني من تلقى هنانا بنهاية الجملة الأولى هاز A فمعناها الاسم صاير وين صاير بالنهاية استاد دائما ده أقول لك 90% يعني ما رات ما ينطيك هاز A بس الاسم بنهاية الجملة وهذا واضح مبين جدا يعني جدا بسيط ما يراد له شيء زيان استاذي دار اسم نهاية الجملة انا شا سوي هذا سهل جدا هاي الخطوة تيجي تكتب الجملة الاولى كلها هاي الجملة الاولى شا سوي له تنزله تشيل النقطة هاي تخلي بمكانها عبارة وصل مناسبة تيجي تكتب الجملة الثانية بدون الضمير العاد يعني الضمير اللي انت طلعت من خلاله عبارة او ضمير الوصل خلاص تهي الموضوع استاذي اللي اياها ما افتهمت شون تعرف الاسم بنهاية الجملة الاولى بالجملة الاولى راح تلقى هاز ايه استاذ هاي دامن لا مدامن انا راح حل لك كل التماريم والكتاب وكل الوزاريات ورح نكتشف من خلالها شو وقت نعرف نهاية الجملة بس هالسه مبدئيا نفترض ان الاسم بنهاية الجملة شون انت تحل بنهاية الجملة شو راح تسوي يا قاعدة راح تطبق راح تطبق قاعدة تتنزل الجملة الاولى كلها نفس ما هي تيجي تنزلها نفس ما هي تيجي تنزلها ما تنزل بس الاسم لك مصقوع لا تنزل بس الاسم لك مدهور لا تنزل بس الاسم الاسم النزلة في حالة إذا كان ببداية أو وسط الجملة بس في نهاية الجملة لا ما يصير ينزل ينزل الجملة الأولى كلها تنزل بعدها تخلي ضمير وصل مناسب بعدها الجملة الثانية بدون الضمير بس تعدل الضمير وخلاص أوكي زيان نجي هنا أنا على الجملتين ذني وهي قدامك القاعد مثل ما دا شوف يقول خلي نجي نطلع عبارة وصل مناسبة إيش عندي أنا هنا ضمير هنا معناه راح أستخدم يا طلاب راح أستخدم خلاص أنا أخلي الدرجة لازم أطبق القاعدة يا قاعدة بداية الجملة الأولى لو وسط الجملة الأولى لو نهاية الجملة الأولى they have knocked down the restaurant they فاعل هاي مو اسم have هاي مو اسم knocked هذا فعل down حرف جر عندي the restaurant المطعم وين جاي لك الاسم بنهاية الجملة الأولى حبايب ترى مبينة جدا واضحة هاي عندي عندي هنانا شنوة they استاذ ذي مو اسم يدري حبيبي اسميش اسميش الله يخليه ضمير فاعل أنا نريد اسم حقيقي واضح صريح يعني اسم مثلا حتى لو جماد عاقل المهم اسم يعني اسم ينقري مو they ضمير فاعل ما تعتبر اسم have فعل مساعد knocked هذا الفعل الرئيسي down حرف جر يبقى عندك the restaurant وين صاير الاسم مكانه صاير بنهاية الجملة الأولى إذن لجي نطبق قاعدة قاعدة شي تقول تقول يا بنزل الجملة الأولى كما هي they have knocked down the restaurant the restaurant نزلنا بعدها عبارة وصل مناسب عبارة وصل مناسب انتش استخدمت استخدمت where بعدها نكتب الجملة الثانية بدون الضمير العايد الضمير العايد هو الذير تحذفك وتكتب الجملة الثانية نيطبrad عددة share وفعل انت صنع لجملة الثانية والجملة الثالثة والجملة الرابعة راح لك Records الذي نتحدث بهذه شوف اللي الجملة الأولى عفوا الجملة الثانية معنا هذا الحلبي وحنطبق كما بدونT شوف اللي الثالثة بها joined بالجملة الأولى وحنطبق كما جمل القاعدة شوف اللي الجملة الرابعة وحنطبق راح نطبق أي قاعدة تشوف والله بسيط سهل جدا يعني حتى اشوف انا دامنا اشي يسوي ما انطيج ملاحظات اقطالها بصفر مستواهم فهنا رأي ظروفهم كل شي ما يعرف مستوى تعبان الحرفيا الممكن يكون هو ما فهم المواضع كلها ويجي رديفتهم هذا الموضوع ما فهم شنو المعاني مفردات كل شي ما يعرف صفر فهنا انا اشي يسوي تطيج هذه الملاحظات حتى يمشي اموره اوكي ما يحتاج روح يدخل خصوصي ودخل دورات وتعب نفسه يجي هنانا يفتهم الموضوع ويطلع بلاش مجاني فهنان هسه عندنا الجملة الثانية شون عرفت القاعدة هاي راح استخدمها شليقيت بالجملة الولي قيت هاز ايه زيانا شعندي هنانا عندي هنان ات اذا راح استخدم يا اما وش يا اما استخدم شنوى ذات واي وحدة معتن صحيحة هاي القاعدة هاي تقول نزل الجملة الاولى كاملة the hotel has a swimming pool the hotel has شنوى has a swimming pool عبارة وصل مناسبة لو وش لو ذات انا اذا استخدم وش يبكي في اه او ذات نفس الشي تحذف الجملة الثانية بس للضمير معده والباقي تكتبه which is very big وتحط نقطة وينتهي الحل اروع على الجملة اللي بعدها the tiger's hotel has a fabulous pool the pool open two months ago زيان طلاب هسا احنا حددنا القاعدة راح نستخدم القاعدة اللي تقول يابا الاسم بنهاية الجملة ليش للي قينا has a بداية بالجملة الاولى اوكي هسا راح نيجي نطبق قاعدة نيجي نكتب الجملة الاولى كلها the tiger's hotel has fabulous pool ها كتبنا الجملة الاولى زيان انا اريد هسا شنو هنا اريد من عندك عبارة توصل مناسبة استاذ العبارة توصل مناسبة من طلحها من الجملة الثانية الله يخليك احنا نحتاج ضمير اقرأ جملة ثانية the pool opened two months ago اتحداك اذا لقيت ضمير من ضمن الضمار اللي احنا شرحناها وحكينا به لا لقيت it ولا لقيت he ولا she ولا his ولا her ولا there استاذ شيء سوي لعد ما نستخدم عبارة توصل لا لازم نستخدم عبارة توصل انا عندي هنا the pool هاي شوية صح صح لهنان افتح لي عقلك the pool طلاب تبوه معناها مسبح المسبح عاقل له غير عاقل غير عاقل يعني شنهنانا باعتبار موجود باعتبار موجودة عندك it خليها بالك مرات شي يجيب ليك انا ذكرتلك يا الملاحظة باسمار ما نبهتك عليها هواية بالمحاضرة الصادقة قلتلك يا اما يقولك بالجملة الثانية it او يطيك اسم بداية الجملة غير عاقل من نشوف اسم بداية الجملة غير عاقل مثلا the school the pool the shop the restaurant هاي الكلمات هاي معناها هنا the garden هاي معناها شنوه ضمير the it هنانا ليش لان اسم غير عاقل فراح اجي استخدم هنا مكان هذا low which low that low which low شنوي low that زيان استاذ يا ها ونستخدم نستخدم ذات خير نستخدم ذات خطيه المرة بعدها تروح تحذف تحذف الضمير العائد على الجملة الضمير العائد بالجملة الثانية وتكتب الجملة الثانية كلها opened two months ago استاذ شو حذفت the pool هي مو قلت لك هاي the pool هي مسبح يعني هي غير عاقل معناها كلها لازم تحذفها انتهنا هنا اعتبرناها it شوانا سألت من تحذفها لازم تحذفها لازم تحذفها لازم الغير عاقل زيان وقال الجملة اللي بعدها واخر جملة عندنا اليوم the star restaurant has a lovely garden you can have a meal there on summer evenings ش عندك انتهنا عندك هاز a فمعناها هي راح تستخدم الاسم من نهاية الجملة الاولى قاعدة الاسم من نهاية الجملة الاولى تقول نزل الجملة الاولى عبارة وصل مناسبة الجملة الثانية بدون الضمير انا هسا راح اجي همي انا انزل الجملة الاولى كلها the star restaurant the star restaurant has a lovely garden the star restaurant has a lovely garden زيان طلع بعدها شو راح تسوي انته لازم تنزل الضمير وصل مناسب او عبارة وصل مناسب انا منو لقيته هنا لقيت there احذفها وش يخلي اخلي where من مكانها تجي تكتب الجملة الثانية بدون الضمير اللي احنا حدفناها اصلا يعني have a meal there حدفناها من اكتبها مرة ثانية on summer evenings وتحط نقطة وينتهي عندك الحل هذا هو موضوع الكامل لموضوع عبارات الوصل خلص عندك كجمل المحاضرة الجاية راح تكون فقط هذا الموضوع على شكل اختيارات اذا جاك على شكل اختيارات حسنا هنا خلص 90% الموضوع بقى عندك 10% على المحاضرة الجاية ناخذه اذا كان اذا كانت صيغة السؤال تجيك على شكل اختيارات شو راح تعملوا وشون راح تحل اوكي يا طلاب حاولي تراجع للمحاضرة اكثر من مرة تقراها وتكتبها وضبطها اكثر من مرة تنتظر المحاضرة الثالثة حتى نكمل نختم هذا الموضوع ونسوه بامتحان والله يا طلاب اتمنى تكون استفاديته ونشوفكم ان شاء الله بخير محاضرات اخرى وفي امان الله